في حفل الافتتاح قدم الشباب المحليون في المغرب رقصة التنين والأسد ما يضفي نكهة قوية على السنة الصينية الجديدة كما استمتع الزوار بأداء الموسيقى الشعبية التقليدية من الصين والمغرب واجتذبت فعالية تجربة دم الظل والرسوم المطبوعة بالخشب المحفور ذات الخصائص الصينية العديدة من الأطفال المحليين للمشاركة فيها ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى السابع والعشرين من يناير الجاري هذا والقالي تشانلين سفير الصين لدى المغرب كلمة في حفل الافتتاح قائلا إن هذا الحدث شهد لقاء رائع بين الثقافتين الصينية والمغربية ولم يقدم بركات جميلة بحلول عام التنين لشعبي الصين والمغرب فحسب بل يسهم في تعميق الصداقة والتفاهم المتبادلي بين الشعبين من جانبه قال عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقليم إن هذا الحدث له أهمية كبيرة لتعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل بين الصين والمغرب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين